موسيقى اهلا بكم الى زوايا الحدث اعلنت الاجهزة الامنية في محافظة مارب القال قبض على خلية تابعة لميليشيا الحوثي مكونة من ستة اشخاص ونقل موقع الجيش الوطني عن مصدر امني قوله ان الخلية مكونة من اربعة اشخاص يحملون الجنسية السعودية دخلوا اليمن بطريقة غير شرعية ويمنيين اثنين كانوا يسهلان عملية الانتقال للعاصمة صنعا يشار الى ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها ضبط عناصر سعودية متعاونة مع ميليشيا الحوثي في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقش دلالاته وابعاده القال قبض على عناصر سعودية في خلية حوثية كانت في طريقها الى العاصمة صنعا يفتح باب التساؤلات عن حقيقة ما يحدث وعن استمرار المخطط الحوثي في ايجاد امتداد له على الاراضي السعودية وعلاقته بمشاريع التخريب داخل اراضي المملكة حتى اللحظة لم يصدر اي موقف عن السلطات السعودية ولكن مراقبين يرون ان هذا يأتي في اطار محاولات ميليشيا الحوثي استقطاب عناصر سعودية لنقل التجربة الى الداخل السعودي ودعمها بالتدريب والسلاح وتجهيزها لمرحلة لاحقة يتم الاعداد لها باياد ايرانية نتابع النقاش ونبدأه مع ضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث بعد ان نشاهد التقرير التالي حول الموضوع للزميل كمال حيدرة في خطوة لافتة اعلنت السلطات الامنية في مأرب القاء القبض على خلية تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها الى صنعة ليست هذه المرة الاولى الا ان اللافتة هذه المرة هو الاعلان عن ان هذه الخلية كانت مشكلة من عناصر يمنية وسعودية وبحسب موقع الجيش فان الخلية مكونة من اربعة اشخاص يحملون الجنسية السعودية دخلوا اليمن بطريقة غير شرعية واثنين يمنيين كانوا يساهلون عملية الانتقال للعاصمة صنعة بنظرة سريعة لا شيء يوحي بان هؤلاء السعوديين جاءوا لافتتاح مشاريع خيرية او حتى دعم ميليشيا الحوثي في حربها على اليمنيين وهو ما يبقى على احتمال وحيد لا سوى قدم هؤلاء السعوديون للحصول على التدريب اللازم لنقل التجربة الحوثية الى الداخل السعودي ذلك هو ما يقوله المنطق بحسب مراقبين فان هذه الخلية تكشف عن مستور طالما كان يتم الحديث عنه ولكن بشكل محدود وهو سعي ميليشيا الحوثي لإيجاد امتداد لها داخل الاراضي السعودية خصوصا مع وجود مركز هذه الميليشيا على الحدود الجنوبية للمملكة والتي تتشابه في كثير من أوجهها الاجتماعية والدينية مع الجانب اليمني جولات من الحوار والبحث عن تهدئة على الحدود بين الجانبين والكثير من رسائل التطمين التي تبعثها الميليشيا بين حين وآخر إلا أن الهدف الأكبر الذي وجدت من أجله ميليشيا الحوثي ما يزال هو المحرك الذي يجعل من أي تهدئة مجرد توقف لاسترداد الأنفاس ابحث عن إيران التي لا تهدأ يقول البعض فاليمن التي سقطت في يد أتباعها قبل ثلاثة عوام لم تكن سواب وابة العبور الأكثر قربا من المملكة فيما تبقى الجولة الأخيرة من المواجهة مؤجلة حتى اكتمال ظروفها ويبدو أن العمل ماضم في هذا الاتجاه ولم يتوقف نبدأ النقاش مع ضيفنا من مارب نائب مدير الشرطة العميد عبد السياغي أهلا بك سيادة العميد سيادة العميد في البداية لو تضعنا أمام تفاصيل عملية ضبط الخلية الحوثية والتي كان ضمنها أربعة عناصر سعودية بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نشكر العاملين في قناة بلقيس على هذا الاعتمام ووضع المستمعين والمشاهدين على الحقيقة على حقيقة ما يجري في الواقع والحقيقة بفضل الله تعالى ثم بفضل قواتنا الأمنية التي تعمل لنا نهارا لتحقيق الأمن والاستقرار تم يوم عمس الموافق 15-7-2017 إلقاء القبض على خلية نائمة كانوا على سيارة سنتافي عليها أربع أشخاص سعوديين وشخصين يمنيين وتم إيصالهم إلى معسكر التحالف صحر الوطن يوم عمس وتم تسليمهم إلى التحالف العربية طيب هل كانوا متوجهين إلى مارب أم كانت مارب محطة عبور ما هي هذه التفاصيل لا كانوا جهتهم من عمان إلى صنعاء كانوا متوجهين إلى صنعاء كما ذكرت كانوا متوجهين من عمان إلى صنعاء لتردي التدريبات والتعليمات من الحوثيين لكي يكون نواه في المستقبل لعمل تخريبي داخل المملكة طيب عندما يتم الحديث عن أنهم كانوا في طريق ملا صنعاء لتلقي التدريبات للقيام بأعمال تخريبية لاحقة هذا يدل ربما عن أنه هناك تحقيقات وجريات وهذه هل هي نتائج تحقيقات أم هي مجرد تحليلات فقط؟ استجواب تم استجوابهم تم استجوابهم تم استجوابهم وكانت هذه نتائج الاستجواب ثم تم تسليمهم على عجل للقواة الشقة في المملكة المسعودية طيب تسليمهم لمعسكر قوات التحالف هنا تساؤل يبرز أيضاً لماذا الجهزة الأمنية اليمنية لا تقوم بالتحقيقة؟ ما الذي يمنع؟ هل نقص في الإمكانيات؟ أم أنكم بالاستجواب التي قمتم به استوفيتم كل المعلومات التي ترغبون فيها؟ لماذا سلموا للتحالف؟ هنا تم ألقائنا القبض عليهم وتم استجوابهم وتم أيضاً تسليمهم لقوة التحالف لأننا نكمل بعض ولدينا القدرة والكفاءة الكاملة وأجهزة الأمنية المستكملة وفي هذا ضباط التحقيق والاستمرار معهم ولكن أحببنا أن نشارك إخواننا في التحالف السجة والمشاركة في التحقيقات لأننا كل مننا يكمل بعض والدم اليمني قد اخترت بالدم السعودي في الجبهات فلا يهمنا أن نبدأ نحو التحقيق أوهم فكلنا يهمنا هذا الأمر طيب أهم النقاط أو المعلومات التي يمكن إطلع الرأي العام عليها والتي توصلتم إليها أنتم من خلال السجواب الذي قمتم به مع الخلية أهم النقاط التي استخرجناها من الاستجواب أنهم كانوا متجهين من عمان إلى صنعة ليتلقوا التدريبات الخاصة العسكرية والسياسية والتخريبية والعقائدية من الحوثة ليقوموا بتجربة أخرى في المملكة العربية السعودية وليكونوا داخل الأراضي السعودية تجربة إيرانية شياعية إثنى عشرية طيب الآن الخلية مكونة من ستة أشخاص هل تم تسليم لقوات التحالف العربي الأربعة لأشخاص السعودين أم الخلية بكاملها سألنا الخلية بكاملها لكي يقوموا بالتحقيق الكامل مع اليمنيين ومع الشعودين طيب شكرا جزيلا لك نائب مدير شرطة مارب العميد عبدالسياغي أشكرك لتفاعلك معنا ولهذه الروح لإطلاع وسائل الإعلام والمشاهدين عن تبعات وتداعية هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من مارب الزميل الصحفي عدنان الجبرني أهلا بك عدنان أهلا سهلا عدنان هي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الأمنية في مارب عن ضبط خلية تابعة للحوثين لكن هي المرة الأولى التي يكون ضمن أعضاء الخلية عناصر سعودية بالنسبة لك ما دلالات ما حدث؟ نعم هذه الخلية لها تقييم خاص نحن بسبب خلية مكونة من سعوديين ويمنيين لها ارتباط جماعة الحوثي كانت في طريقها إلى صنعة هذه القضية لها ارتباط وتكشف عن مستور هذا ربما أول الخيط في العلاقة بين جماعة الحوثي وبين الجماعة الحوثي تدير المنظومة إيران في المنطقة وككل اليمن ولها ارتباط بالبحرين دائما كان عبد الملك الحوثي عندما يلقي خطابات كان يؤكد ويخاطب حكومة البحرين بأن لا تطرب بالتعامل مع المعارضين الذين هم من الشيعة بالتأكيد وأيضا يخاطب السعودية ويخاطب المنطقة الشرقية ودائما ما يتحدث قادة جماعة الحوثي على أنه سيكون هناك في السعودية ما ينتظرون وما يؤكد مشروعهم بتأكيد هذه علامة على نمو وتطور المشروع الإيراني في المنطقة وارتباطاتها التنظيمية سواء في السعودية أو غيرها هذه الخلية كانت قادمة عبر منفذ شحن في عمان وأيضا دخلت بشكل غير رسمي تنسيق عالي على هذا المستوى يكشف أن هناك عمل كبير يرسب هذه الحادثة القبض على هذه الخلية تلك الضوء على هذه العلاقة طبعا هذه الخلايا التي يتم القبض عليها في مارب كثيرة ومتعددة لكن هذه لها طابعة الخاصة لأنها ترتبط في المملكة العربية السعودية خصوصا في ظل هذه الأحداث والمعركة واستمرار عملية عدد سلام طيب ستبقى معنا عدنان أشرك معنا ضيفنا من المملكة العربية السعودية الخبير العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان أهلا بك سيادة اللواء يا أهلا بك سيادة اللواء إذن عناصر سعودية أربعة ضمن خلية حوثية تم القبض عليها داخل مارب وتسليمها لقوات التحالف سعوديا ما الذي يعني هذا التطور بالله إلا الآن أنا أشق في هذا الموضوع لأنني أعتقد أنه ليس دفاعا عن المجنسية لا أنا أتكلم على ما وصلت إليه الأوضاع حاليا وأصبح يعني الأمر جري وواضح بأن هناك حرب عصابات إما تهريب أسلحة إما تهريب مخادرات إما وبدأ يعني بدأ تأخذ منحة إلى أنها تكون هناك حرب عصابات فأنا أعتقد على أنه هذه جماعات تعمل على تهريب الأسلحة ومستغلة الوضع الحالي وتستغل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها الوضاع في اليمن وقامت في هذه العملية لكن أنا لا أتوقع أن هناك دعم لهؤلاء الجماعة أو أنهم متضبطين ارتباط شخصي بأنها قوة تعمل لدول أخرى أنا أعتقد أن هذا تصرف فردي وكان هناك الهدف منه إما كسبا للمال أو إما أهداف شخصية طيب سيادة اللواء هل ما زال هناك حيز لديك للتشكيك في جنسيات من تم القبض عليهم مع التصريحات الرسمية لأجهزة الأمنية في محافظة مارب قبل لحظات كان معنا نائب مدير شرطة مارب عبدالسياغي وهو تحدث بالتفصيل أنهم أربع يحملون الجنسية السعودية كانوا في طريق ملصا على تلقي التدريبات تم تسليمهم لمعسكر قوات التحالف في مارب لا أنا لا أتحدث على أن الجنسية بحد ذاتها أنا أتحدث على أن العملية أو الأثر من هذه الجماعة أنه هناك تقور نوعي في هذا الخصوص فقط هذا اللي أنا أتحدث عنه ولكن لننتظر أكثر أنا متأكد بأن هناك سوف يتم تصريح أو إعلان كذلك من قبل القوات في المملكة سواء قوات سلاح الحدود عبر وزارة الداخلية أو أنه لمتحدث باسم وزارة الدفاع أو من ينوب عنه في هذه الحالة فليس أفواً تقليلاً بما ذكره المتحدث أو ما ذكرته فيما يخص أن هناك فئة سعودية ولكن هذا الأمر جديد وهذا يعتبر تطور نوعي خطير في العملية أنا أتكلم على نحن من قبل ذلك نواجه جماعات الإنقلابيين ومدعومين بصالح أو أي كان وكان هناك الصراع واضح فدخول مثل هذه الجماعات هذا هو ما يقلق لأن هناك صراع ما الحيثيات سيادة اللواء ما الحيثيات التي من خلالها بنيت أنت الموقف أنه ربما قد يكون ما حدث هو جهود شخصية نشاط لعصابات تبحث عن المال أيضاً نائب مدير الشرطة تحدث عن أنهم كانوا قادمين من عمان ربما ما هي الحيثيات بالنسبة لك التي تجعل أنه تبرئ ساحات بعض الدول أن تقف خلف هذه الخلية وأنه يكون جهد شخصية لأنه أنا كذا هي قراءة شخصية هذه الأول مرة تحدث يعني يكون هناك أشخاص يتم القبض عليهم من جنسيات مختلفة يعملون مع بعض وفي نفس الوقت هناك صراع من قبل دولهم في هذه المنطقة أعرف هذه القراءة للعملية بحد ذاتها بمعنى أنه نحن الآن في صراع مع انقلابين فالجميع يعمل سواء سعوديين أو يمنيين جميعاً يعملون في هذا الخط أو في هذا التوجه وخاء هذا أولاً وثانياً لأول مرة يعلن عن أن هناك جماعة من جنسيات مختلفة تعمل ضد الدول بهدث أعمال تخريبية واضحة فيما يخص بأنهم خارج الجماعة الانقلابية هذا يعتبر طرف جديد الآن في الصراع وهذا ما أخشاه لأن مع طول فترة الصراع أصبح هناك للعصابات دور أكبر أصبح هناك دور أكبر في إما تستهريب الأسلحة أو إما في تهريب المخدرات وهذا ما يقلق في هذه الفترة وفي هذه الحفة من الزمن هذه النقطة ستكون محور نقاش معك سيادة اللواء لكن أعود لضيفي من ماريب الصحفي عدنان الجبرني عدنان بالنسبة لك أنت ووفق ما استمعت إليه من حديث اللواء محمد القبيبان هل يمكن أن يكون ما حدث هو تصرف فردي كما يرى سيادة اللواء أم تتفق مع طرح البعض أنه يأتي في إطار محاولات ميليشيا الحوثي المتكررة لإيجاد امتداد طائفي لها داخل المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أن هناك عديد من المؤشرات تقول أن هذه الخلية ليست كما ذكر ضيفك الكريم من المملكة العربية السعودية أولا طريقة الدخول لهذه لو كانت جماعة تعمل للمقدرات أو لأنشطة السلاح أو التهريب أو ما شابه كان يمكن أن تضبط وبحوزتها شيء لكن هذه كانت خلية شخص على تنسيق وينثمي الجماعة الحوتي كان سائق ودليل يتكفل بتوصيل الأربعة السعوديين إلى صنعاء أيضا هناك معلومات رشحت عن المنطقة التي ينحدرون منها في المملكة العربية السعودية وهي منطقة قد تعزز فرضية أن هؤلاء الأربعة جاء قادمين إلى العاصمة صنعاء الغرض التدريب والساهيل لدى جماعة الحوتي ومن ثم استخدامهم ضد المملكة العربية السعودية ضمن ما تخطط له جماعة الحوتي في الإضرار بالمملكة العربية السعودية على المدى الصويل دائما تقول جماعة الحوتي أن لديها مشروع طويل ومعرفة نفس طويل ما هي التفاصيل حول المنطقة التي ينحدرون منها المعلومات التي رشحت لحد الآن أنهم ينتمون للطائفة الإسماعيلية تقريبا أو لطائفة قريبة من فكر جماعة الحوتي ينحدرون من المناطق الجنوبية هذه التي على مقربة من اليمن ويلتقون فكريا مع هذه الجماعة عند نقطة معينة أيضا الدليل الحوثي ووجوده مع هذه الخلية لا يدل على أن خطوط التهريب معروفة هناك تهريب يمر عبر الجو والتهريب يمر عبر مناطق معينة لكن المرور والمكان الذي تم فيه إلقاء القبر على هذه الخلية جنوب مدينة ماربيع على بعد تقريبا 50 كيلو متر حتى يصل إلى البيضاء ويبدأ أول نقطة للإنقلابيين كانت الخلية على وشك أن تنفض وتصل باتجاه العاصمة في العادة لا تمر قطوط التهريب من حيث تم إلقاء القبر عليهم في آخر نقطة ربما تحت سيطرة الشرعية لا هي ليست آخر نقطة إنما خارج مدينة مارب في بداية الخط الذي يتجه إلى بعض المديريات مارب ثم البيضاء خطوط التهريب في العادة وخاصة على هذا المستوى من خصوصا أن الأشخاص يحملون جنسية غير اليمنية لا يمر من هذه المنطقة قد يمر في أجل هل ما حدث أنهم كانوا ربما فيما قبل المراحل الأخيرة أو النقاط الأخيرة من سيطرة الشرعية هل يمكن أن يفتح هذا التساؤل حول إذا ما كانت هناك خلايا سابقة مرت ولم يتم ملاحظتها أو إلقاء القبض عليها مرت مرور كرام ربما في غفلة الشرعية نعم ما أعرف أن القبض على هذه الخليات سبقة ومعلومات استخباراتية وإن كانت عاجلة ليست في المدى الكبير بفارق التوقيت لكن هناك فريق أمني قوي يعمل في مارب خصوصا في هذا الخط الذي يربط ما بين خط العبر الصافر الذي هو قادم من حضر موت وانفذ الوديعة ومن ثم الصحراء الذي ممكن أن توصل إلى عمان ويربط بالعاصمة صنعاء هناك نقاط أمنية كثيرة معززة بخبرات وكفاءات عالية وتم القبض على عديد من الخلايا في هذه المنطقة إنما كل هذه التلائل حول جنسية الأربعة السعودين والظروف التي دخلوا بها والمنطقة التي ينحضرون منها أتأكد أن أعود لضيفنا من الرياض اللواء محمد القبيبان سيادة اللواء الآن العناصر هي لدى معسكر التحالف في مارب هل نتوقع أن تعلن نتائج التحقيقات تطور خطير وملفت بالتالي ما هي التوقعات فيما يخص التحقيقات ونتائج وكيف سيتم التعامل مع ما حدث والمفروض أنه يتم الإعلام من قبل الطرف الآخر يعني هذا يأتي ضمن تعزيز التعاون الأمني في العملية وكذلك يعني يأتي ضمن بأن هناك تطور نوعي في العمليات دخول أنظمة سعودية معيمنية تعمل لصالح الحوتي ويأتي كذلك هو ضربة استباقية للانقلابيين وصالح لأنه يعني نحن هنا حتى في ظل هذه الظروف الصعبة لا زالت القوات اليمنية الجيش الوطني المقاومة تعمل مع المملكة العربية السعودية في تبادل المعلومات والخبارات هل نتوقع مستقبلا كذلك؟ ليش لا؟ هذا أمر جائز لأنه يعني دائما وأبدا أتحدث مع حضرتك في ظل الصراع القائمة طيب في ظل التخوفات القائمة والتي أشرت ربما لبعض منها فيما يخص طول فترة الصراع وبداية اللجوء إلى أساليب هكذا كيف يمكن قراءة ما حدث وأنه كيف سيلقي بظلاله على تطورات الموقف السعودي من الجهود المبذولة الآن والمطروحة للحل السياسي هو ليس بالضرورة أنه لن ينظر له كمفهوم جديد في العملية لابد من النظر إليه لابد من التفاهم ولابد من معرفة الأسباب التي أدت إلى مثل هذا لأنه قد يكون هناك في قادم الأمر خلايا أكثر قد يكون هناك ارتباط يعني هو فقط لننتظر فترة في التحقيق لأنه أنا أعتقد أن فترة في التحقيق هي مهمة وأنا متأكد بأنه إذا كان لهذه الخلايا ارتباط لأشخاص آخرين أو هناك خلايا أخرى حتظهر لنا معه مرور الوقت لكن أنا ما كنت حد بقوله أنه عفوا يعني أنه هذه الخلية أنا متأكد أنه يعني حت تقود إلى معلومات كثيرة جدا تفيد فيما يخص ممكن تذكر حضرك وعارف أنه كان فيه يعني تسريل كبير للمعلومات في إما في مأرب أو حتى في تأز أو حتى في جنوب اليمن كان هناك تسريل المعلومات وكانت هناك انتصارات تتحقق وفجأة يعني نخسر هذه الانتصارات بمعنى أن هناك في عامل مزدوج أو عميل مزدوج ما بين القوتين يعمل لتهريب أو لإيصال معلومات للطوصين طيب أعود لعدنان عدنان البعض يتحدث أن تطور مثل هذا في ظل الحديث عن الجنوح إلى تسوية سياسية يشير إلى أن مثل هذه التسوية ربما لن تكون سوى تأجيل لمرحلة تالية من الصراع تكون فيها جماعة الحوثي جزء من مشروع خارجي على الأراضي السعودية تماما كما يحدث مع حزب الله في سوريا واليمن نعم جماعة الحوثي هذا القول أثبت في الأحداث الماضية خلال السنوات الماضية في 2009 تحديدا خارج جماعة الحوثي معارك مع القوات السعودية على الفدود اليمنية السعودية وتحرك اليمن في مسار العملية الانتقالية ووصلت إلى نقطة معينة ثم ما أن استكوت جماعة الحوثي وجاءت الفترة التي تشكد أنها فترة استمكين لمشروعها الذي هو المسيرة حتى بدأت بعمل المناورات بجوار الحدود مع المملكة العربية السعودية وأيضا فتحت خطوط كبيرة للتواصل مع إيران كانت مفاجئة ومستارعة وهما يؤكد أن جماعة الحوثي في اليمن وهناك كثير عشرات الشواهد تقول بأن الجماعة الحوثي جزء من المشروع الإيراني في المنطقة وأنها أداة أصبحت لها شوكة وبالتالي فإن أي تسوية سياسية الآن هي ستبقي على جماعة الحوثي عند هذا المستوى الذي وصلت إليه أي تسوية تكون دون هزيمة هذه الجماعة ستبقيها عند هذا المستوى وبالتالي ستظن خطر يطبع وبهذه العملية التي كشفت اليوم نجد أن هناك منظومة متكاملة من التهريب إلى غير ذلك التنسيق كبير عبر الدولة مجاورة ومن ثم الوصول وكان يوشي كان يصل إلى العاصمة صنعة يبدو أن المنظومة أصبحت مكتملة وأن عدم إلحاق الهزيمة بهذه الميليشيا يصبح الخطر يعني يظل الخطر قائما بالنسبة سواء لليمن أو للمملكة العربية السعودية يعني على المدى القويل لكن الحديث عن الخطر والمخاف البعض يرى أنه لابد من انتظار نتائج التحقيقة حتى يتم البناء والتوقع في التبعات وإذا ما كان هناك ضرورة لإهداف مراجعات في الموقف من الحل السياسي بالتأكيد الآن السلطات السعودية ستستكمل التحقيقات مع هذه الخلية وبالإمكان أن المتوقع أن تعلن عن ما وراء هذه الخلية وأهدافها ويعني كل المعلومات أو المعلومات التي تريد أن تقولها بخصوص هذه الخلية لكن هناك عمليات سابقة للتهريب منها ما ضبط الجوف قبل نحو شهر أو أكثر من شهر في بداية رمضان العمليات مستمرة بالنسبة للتهريب العمليات الأمنية لجماعة الحوثي مستمرة سواء في المناطق المحررة أو في خيرها لم تكف جماعة الحوثي عن ممارسة الأذى أو بعض الجوانب الأمنية والأنشطة في المحافظات المحررة تحاول من خلالها أن تثبت وجودها وأنها من الممكن أن تعود إلى هذه المحافظات متى ما تمت التسوية السياسية وبالتالي لو أن هناك جنوح من هذه الجماعة أو رغبة في الحل السياسي القريب أو التوقف عند مستوى معين كانت ستوقف الكثير من هذه الأنشطة لكن استمرارها يؤكد أن الجماعة ماضية في مسار قويل جدا بالتأكيد تعرفها المملكة العربية السعودية جيدا ورديها من المعلومات الاستخبارية وعن جماعة الحوثي ذاتها ما يؤكد هذه التلائل أنا أعتقد أن الحديث عن أي تسوية سياسية فادمة خصوصا في ظل الوضع الحالي هو نوع من اللهو في ظل الحرب لحتى تستكمل العمليات العسكرية القادمة شروطها أو ترتيباتها ومن ثم تستعر مجددا أما الحل السياسي بنظري يظل بعيد جدا شكرا لك عدنان الجبري زميل الصحفي الجبرني كنت معنا من ماري أختم مع ضيفي من المملكة العربية السعودية اللواء محمد الكبيبان سيادة اللواء كانت هناك كثير من المحاولات من قبل الحوثيين لتطمين الجانب السعودي وكثير من الخطوات ربما بعد الكشف عن هذه الخلية هل ما يزال الحديث وارد عن إمكانية إحلال السلام مع الميليشيا؟ والله ضمن الزيارات الأخيرة التي قام بها السيد بن الشيخ وتقال على مع ولي العهد السعودي والتطورات الأخيرة في المنطقة سواء السياسية والخلافات مع قطر وكذلك الاستمرار الدعم الإيراني لهذه الجماعة واستمرار قتالها ومغور عامين أنا أشك بأن يكون هناك تفاهم مع هذه الجماعة القتال حيستمر لأنه الآن يعني سنتين وأكثر وهناك صراع لا نرى بوادر إسلام الوضع نوعا ما يتأذن في بعض الأماكن ولكن هناك نجاحات وتفوق يعني لا يجب أن نخفي هذا الأمر لأنه هناك في تفوق ترى في عدد من النقاط للجيش الوطني والمقاومة الخلافات اليمانية اليمانية لها دور أيضا في أن تكون هذه الجماعة تستغل الفرص وتستغل هذه التوترات كذلك الصورة الغير واضحة ما بين العلاقة ما بين صالح والانقلابيين تارة هناك اتفاق تارة هناك خلافات تارة هناك غير دام شيء مجمع الصورة أنا أقول لك هؤلاء جماعة بدأوا بمشروعهم لن يتوقفوا حتى يعني ترى أن يتم القبض عليهم شخصا تلوى الآخر أو القضاء عليهم في أقل من دقيقة نقطة مهمة أشرت إليها أريد منك تعليق ما علاقة تتبع ومراقبة التحالف لموضوع إذا ما كان هناك نسبة أكبر من الاتفاق أو الاختلاف بين شركة الانقلاب صالح والحوثين هل هناك تعويل على هذا أشرت إلى نقطة أنه ربما من أسباب تأخير الحسم ربما التتبع من قبل التحالف ومراقبة هل هناك اتفاق أو اختلاف ما بين شركة الانقلاب الحوثي وصالح ما علاقة ذلك بتأخير الحسم وإلى أي حد هناك تعويل عليه من قبل التحالف العربي هو لا يجب أن يعول عليه كثيرا لأنه هذا نوعا من أنه فيه لدى الطرفين كل منهما لديه مراكز تقالع إما السلاح أو تجمعات لذلك لا يجب أن يعول على هذا الأمر كثيرا حتى هناك عدد كثير من المرات ذكرنا بأنه هناك خلافات ولكن أي نعم تظهر من قبل صالح وكذلك تظهر بعض التصريحات ولكن أعتقد أن هذا نوعا من المناورة وليس هناك اتفاق استراتيجي فيما بينهم ولكن أعتقد أن أتنين هم يعني يرون أن الهدف واحد يتجاوزون أو يتجاوز الخلافات التي بينهما فلا يجب نحن كقوة التحالف أن نعول على هذا الأمر مع أننا نحن نحن بحسب عسكري والقرار كان بحسب عسكري فقط أنه لابد من مراجعة الاستراتيجية الحرب أكملها في بعض المناطق المؤسسرة وبعض المناطق التي هي تعتبر أشكرك جزيلا هي مفاصل المعركة والحرب شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبان خبير العسكرية السعودي كنت معنا من الرياض وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوائل حدث في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل كمال حيدر ترجمة نانسي قنقر